أكيد إنجاز يديد ينضاف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وريادتها في الفضاء وفي عالم الفضاء والأقمار الصناعية ونتحدث أكيد عن أهمية هذا القمر وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فراس جرار أستاذ مساعد في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة وأيضا مدير مختبر إلياه سات حياك الله دكتور الله حياك شكرا إلاك لو تعرفنا في البداية شو هو القمر الصناعي ضوء واحد وشو أهمية هذا المشروع ابتداء ضوء واحد هو قمر صناعي مصغر يعتبر من الأقمار الصناعي المكعبة ويتكون من ثلاث وحدات فهو بطول 34 سنتيمتر وعرض 10 سنتيمترات وبكتلة 5 كيلوغرامات تقريبا وبذلك هو يختلف عن الأقمار الصناعي الكبيرة استغربت من حجمه صغير مقارنة بالأقمار الصناعي تماما تماما يعني هذه الخاصية إلها ميزات اللي بتسمح في يعني كما رح نشوف أنه بتسمح بتجربة تقنيات جديدة بكلفة أقل وبسهولة أكثر نعم ولقد تم تنفيذ الضوء واحد أفكرة ضمن يعني فريق كبير من 32 طالب وطالبة من رغم أنه كون القمر الصناعي صغير كما شفنا وطبعا من طالبة جامعة خليفة العلوم والتكنولوجيا وجامعة نيويورك بوطبي وذلك بدعم من وكالة الإمارات للفضاء والحيئة الوطنية لعلوم الفضاء من البحرين نعم دكتور فراس حدثنا عن مراحل صناعة القمر الصناعي كيف كانت من البداية هذا القمر الصناعي بواحد يعني انطبقت طبعا الحكي على بقية الأقمار الصناعية التي قمنا بتطويرها في جامعة خليفة تبدأ أول إشي بتحديد المهمة فتحديد المهمة ينتج عنها ذلك تحديد المتطلبات اللازمة من حيث الحجم والكتلة والطاقة اللازمة لتشغيل القمر الصناعي ثم يأتي مرحلة تصميم المبدئي حيث يتم اختيار القطع والأجهزة المطلوبة وذلك ضمن ميزانيات لما تكلم عن ميزانيات هي ميزانيات في الكتلة في الحجم في كمية البيانات التي ستم تحميلها في الطاقة اللازمة للتشغيل بعد المرحلة تأتي مرحلة تصميم المفصلة أو الدقيق هذه تشمل على حسابات هندسية ومحاكاة بالتأكد من أن القمر الصناعي قادر على تحمل الظروف القاسية الموجودة سواء خلال عملية إطلاق القمر الصناعي أو أثناء تواجده في المدار طبعا بعد مرحلة التصميم الدقيق تأتي مرحلة البناء والتركيب وأخيرا تأتي مرحلة التجارب والاختبارات العملية لتأكيد مرة أخرى على صلاحية القمر الصناعي وقدرته على تحمل الظروف القاسية نعم تعاون إماراتي وبحريني نشهد في هذا القمر الصناعي وأكيد له وظيفة شو هو وظيفة هذا القمر الصناعي الجديد؟ البوء واحد سيقوم برصد أشعة قامل أرضية هذه الأشعة هي الصادرة عن البرق والعواصف الرعادية وإن شاء الله الخطة يتم مشاركة البيانات التي سنحصل عليها مع المجتمع العلمي وذلك للوصول لفهم أكثر لهذه الظاهرة الجوية خاصة أنه هي أشعة قاملة التي تصدر عن البرق تصدر على ارتفاعات تقريبا 10 إلى 20 كم من فطح الأرض وصعد جدا أن نقوم بملاحظتها من فطح الأرض بسبب التشتد الذي يحصل خلال الغلاف الجوي ولذلك كان الأنسب بتراثتها من الفضاء بالنسبة لموضوع الاسم دكتور ليش تم تسميته بضوء واحد؟ والله هذا بناء على مبادرة من سمو الولي العهد في دولة البحرين جاء بالاسم واحد طيب دكتور فراس أنت تكلمت عن أشعة قامل هل لها أثر أيضا على المركبات الفضائية والطائرات أيضا؟ بكل تأكيد فأشعة كما هي تعتبر أشعة كهرومغناطسية ذات تردد عالي وبالتالي هي طاقتها عالية يعني بالأحرى هي الأعلى طاقة ضمن كل الإشعاعات الكهرومغناطسية وقادر على اختراق الهواء والفراغ وحتى الأسام والمعادن وبالتالي تخيل إحنا ممكن تأثيرها اللي يمكن حاصل على ثواء الأجهزة الإلكترونية وحتى على بالنسبة للكائنات الحية لذلك الحمد لله في الغلاف الجوي في الأرض يعتبر كدرع واقي يقوم بحمايتنا من هذه الأشعة من خلال تشتيت وانتصاص الأشعة خلال داخل الغلاف الجوي نفسه دكتور إلى أي مدى نحن اليوم بحاجة للاستفادة من علوم الفضاء أكيد لدعم التطور الاقتصادي والمستدام على مستوى العالم بكل تأكيد إحنا بحاجة للجهود جبارة لأنه إنجاز المشروعات الفضائية حقق شغلتين وحقق الريادة والتقدم في العلوم الهندسة في كل المجالات وليس فقط في المجالات الفضائية ليس بسبب صعوبة المهام الفضائية بحداتها ونضيف لذلك أيضا العمل الاقتصادي هي التطبيقات العملية للمهام الفضائية سواء كان في الرفض الجوي في فهم الظواهر الجوية مثل الأشعاد كانت أو من فهم التغيير المناخي أو من خلال حتى التصلات الملاحة الجوية والعمليات الزراعية كل هذه الأمور يعني بعض الأمثلة على التطبيقات الكثيرة للقطاع الخضائي أكيد دكتور شكرا لك الدكتور فراز جرار أستاذ مساعد في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة ومدير مختبر الياهسات شكرا لك على هذه المعلومات الجميلة شكرا لك